السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنكمل في هذا الفيديو طريقة لعمل الإقامة وهي آخر مرحلة حاليا وهي إصدار الإقامة فهنا نعتبر أن هذا الشخص سوف يفحص طبي وكذلك عمل البصمة وبعدها توثيق العقد للعمل الخاص به نذهب إلى موقع وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية وهنا نسجل دخوله بالشركة بطاقة أحد المفوضين على قيل المنشأة بعد الدخول إلى خدمات البزارة الداخلية نذهب إلى خدمات الإقامات بعد ذلك ندخل إلى إصدار وتفعيل إقامة بعقم سيمة هنا ندخل رقم سيمة أو رقم التأشيرة بعد ذلك لدينا المرحلة التالية وهي الإقامة الجديدة فهنا نذكر بأن هذه المرحلة فقط بالنسبة للأشخاص المرحلة التالية الذين لا يتوفرون على مركز تأشيرات قطر QVC داخل الدول في حين كان هناك مركز قطر أو QVC سيتجاوز هذه المرحلة لأنها تمت هناك خارج البلاد فقط يعطيك ضيعة تسديد الرسوم إذن إذن ندخل البيانات الشخصية الأولية الجنسية بلد الميلاد الحالة الاجتماعية طارق إصدار جواسفة الديانة المستوى التعليمي وعقم تليفون من أقام تليفون الخاصة به إذن سأدخل هذه الشيء هنا فقط أعطي مثال بعد ذلك بيانات العنوان الوطني مكان السكن ومدة الإقامة فممكن عمل إقامة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ضعقة واحدة فسنختار مثلا سنة التالي بعد ذلك سيعطينا إدخال العنوان التي ستصل إليه البطاقة الشخصية بعد إتمام هذه المرحلة وهنا ندخل صورة شخصية للشخص فهنا ندخل صورة شخصية للشخص موعد وهنا ندخل توقيعه فيمكن عمل اسقام لصورة شخصية والتوقيع للشخص الذي تريد عمل إقامة له فعند الدخول عند اختيار صورة والتوقيع سيتبينون هنا بالمعفقة أنا هنا أدخلت أي شيء لأنه فقط هو توضيح للطريقة فقط بعد ذلك التالي وهنا يأتي الرصوم فالرصوم الإقامة لسنة هي ألف مع مئتان ومع عشرين ريال تبع الخدمة الباريد بعد ذلك فقط تسديد الرصوم وإدخال بطاقة الأتيمانية أو بطاقة الخصم مباشرة أو كان على خساب مثلا البطاقة الأتيمانية سيعطيك إن كانت البطاقة مسجلة أم أنها بطاقة جديدة فقط تدخل بيانات البطاقة مع هنا ميزة أنك إذا كنت تريد تسجيل البطاقة لعمل عمليات أخرى لهذه الشركة فبعد الدفع بعد يوم أو يومين يعني ثلاث أيام بالكثير تصلك البطاقة عن طريق الباريد إلى المكان الذي اخترناه أولا في منطقة السليم البطاقة وشكرا